موسيقى موسيقى رجعنا لكم مع الفقرة التانية من برمجنا النهاردة واحنا اتفادنا الحلقة النهاردة كلها بتتكلم على العظم بما ان احنا الفقرة التالتة هنتكلم ازاي نعالج العظام يبقى محتاجين نعرف يعني العظم ومما يتكون العظام خلينا راحب بضيف وضيفكم الدكتور هاني فرج المسشارة الطب والاقتصاد البرمج هاني سبع الفل عليك سبع الفل عليك كله تمام الحمد لله الحمد لله بص احنا النهاردة حتى الحلقة واخد شكل مختلف دايما الناس بتنزل في البرمج بتاعتها يقولك عندي حاجة لعلاجه للعظام النهاردة الاول هنعرف يعني اعظم وبعد كده ناخد في الفقرة التالتة ازاي نعالجي العظام وانحنا نتكلم على العظام زي ما انت فات معك ودايما متعود معك في اي حاجة لازم نعرف الاول للموضوع اللي نتكلم فيه بما انحنا نتكلم على العظام فاحنا عايزين نعرف الاول يعني ايه العظم ومما يتكون العظام طيب الهيكل العظمي بصفة عنا البناء اللي هو ابن سبحانه وتعالى وهب الانسان ده بناء في منتهى الدقة ومنتهى التعقيد تمام ولكن احنا هنحاول في الحلقة ان شاء الله انحنا ندي صورة مبسطة عن الهيكل العظمي واهميته مما يتكون تمام بداية العظام والان احنا نشير لها لازم نبتدي من وقت الانسان ما هو جنين جنين في بطن الام يعني تمام لان بداية التكون العظام وانها تبقى عظام سليمة وهيكل العظمي بشكل منتظم بشكل سليم بيبتدي مع فترة الحمل الاولى في اول ثلاث شهور تمام يعني بداية من الشهر التاني بيبتدي الهيكل العظمي بيبتدي افسورة انسجة غضروفية بتنتص الكالسيوم عن طريق الام تمام وبالتالي بتديه التتكون مع نهاية الشهر التالي بتبتدي يبقى فيه شكل اطراف تلك التكون العمود الفقر بيبتدي تتكون فمن بداية تكون الجنين في الثلاث شهور الاولى تبقى هي دي الفترة بتاعة تكون العظام بشكل شبه مكتمل تمام ولكن بيحتاج على مدار فترة الحمل انه هو يتغسى فيه كميات كالسيوم بمعدلات عالية بحيث انه هو يؤدي للشكل العظام المتعرف علي يعني اذا اول معلومة نطلع بيها ان العظم بيتكون في الثلاث شهور الاولانيين والكالسيوم هو المصدر الاساسي للعظام بالضبط كده وبنشير الى اهمية الكالسيوم طبعا مع الامهات في الاعتماد على الكالسيوم من المصادر الطبيعي بيبتدوا الكالسيوم من المصادر الطبيعي عادي اوه من بداية الحمل طبعا تمام ثم بعد ذلك يعني بقضية لجاء بعض الاطباء لو تشايفين الام محتاجة انها بتاخد كالسيوم في شكل اقراص او في شكل يعني مكملات غزائية الهيكة العظمية بيكتمل ام طبع على كده طيب احنا لو تكلمنا في الثلاث شهور الاولى بيبتدي يتكون الهيكة العظمية هو جزء محوري وجزء طرفي تمام بيبتدي يتكون في البداية الجزء المحوري في البداية اللي هو الجمجمة عظام الجمجمة والعمول الفقري ثم الاطراف ويبتدي اطراف الاطراف العليا ثم الاطراف السفلة وسبحان الله لو حاك لاحظت هتلاقيه ان الطفل في بداية اشهور الاولى هتلاقيه في البداية بيبتدي يحرك راسه ثم بيبتدي يحرك اطرافه العليا ثم بيبتدي موضوع الحبه ثم المشي بنفس هذه الحركة يتم بتكون الجنيه اه الجنيه الرأس في الاول ثم بعد كده الاطراف العليا ثم الاطراف السفلة وفي نهاية فترات الحمل الام بتشعر بحركة فيه داخل يعني داخل الرحم الحركة دي سببها ان ابتدأ الطفل يحرك مفصله ويحرك عظامه اذا ده مؤشر خلاص النظام من الوقت ايه اكتملت ونزل الموجود ايه الهيكل العظمي ده الهيكل العظمي ربنا سبحانه وتعالى جعله فيه 206 عظم الهيكل العظمي فيه 206 عظم كويس تمام تقسمتها في منتقى البساطة فيه الجهاز العظمي المحوري وده عبارة عن الجمجمة والعمول الفقري والضلوع بالاضافة لعظمة القص ودول بيمثلوا 80 عظم تمام من المتين 206 تمام كويس بقيت العظم في الطرف العلوي هتلاقي حضرتك 32 في الطرف اليمين و32 في الشمالي بقى كده كام 64 طرف السفلي 31 و31 بقى كده 62 بقى كده اكتمل عندنا الـ 206 عم طب يا طرق العظم دي كلها لها نفس طبيعة يعني نفس التكوين ونفس الشكل لا هي بتختلف طبعا هنلاقي ان فيها عندنا حاجة اسمها العظم المسطحة أو الفلات والعظم دي ليها ميزة ان هي بتحمي الأعضاء المهمة في جسم الإنسان الأعضاء الداخلية الداخلية المهمة يعني هنلاقي ان العظام المسطحة دي هي متهاردة في منطقة عظام الرأس عظام الجنجومة ودي بتحافظ على المخ الضلوع ودي بتحافظ على القلب وتحافظ على الرئتين كل ما هو عظام مسطحة ووظيفتها الحفاظ على الأعضاء الحساسة والمهمة في جسم الإنسان هنلاقي فيه بعد كده حاجة اسمها العظام الطويلة العظام الطويلة دي هتلاقيها في الأطراف العليا والأطراف الصهر وفيه الأعظام القصيرة العظام العرض والفرز هل تمام هنلاقي فيه الأعظام القصيرة ودي موجودة في الرزغ موجودة في الكاحل كويس دي الأعظام اللي هي الصغيرة فيه عظام غير منتظمة الشكل زي عظام العمول الفقري وعظام الحوت دي مش منتظمة الشكل هتبقى عندنا آخر نوع من الأعظام وهي ما يسمى بالعظام السمسمية اللي هي لها شكل يعني ترصب الكالسيوم فيه بيبقى بشكل سفنجي شوية وبالتالي دي موجودة في بعض الأماكن اللي بتحفظ على الأوطار زي عظمة البتلة أو عظمة الصابونة اللي هي أمام الرجبة فدي أشكال العظام المختلفة قلت آخر نوع من العظمة اللي هي لشكل سمسمي صح؟ سمسمي دي فكرني بالأكل زي بقى بتتغذل عظام؟ طيب زي ما قلنا في بداية الإنسان وهو جنيم بيتغذل عن طريق الأم عن طريق الكالسيوم ودي أعتقد مرحلة مهمة جدا طبعا عن طريق الكالسيوم اللي بينزل عن طريق الحبل السوري كرزاء للطفل يعني بالإضافة أنه مع بداية مولده بيبتدي يعتمد على الارضاعة الطبيعية ودي بيحتوي لمن الأم على نسبة كالسيوم عالية وفيتامين دي طبعا من الحاجات المهمة جدا لتكوين العظام ثم بنأتي في الفترة اللي هي ما بعد ست شهور لسنة بيتم تغذية الطفل بشكل كبير بفيه هيا يعود على الأكل فبالتالي بيبقى فيه نسب كالسيوم عالية تمام خريك إحنا على مدارة ده الأطفال نكبر شوية دخلنا في قصة بقى الاعتماد على اللبن والبيض والمنتجات الطبيعية اللي هي فيها نسبة كالسيوم عالية وكمان أعتقد الدكتور فيه علاقة بالنسبة للسيدات ما بين علاقة الدورة الشهرية وهشاشة العظام طيب إحنا خلينا نكلم موضوع هشاشة العظام يعني أنا بأكلم بأنه برضو المفروض الناس بعد سن الخمسة واربعين بخاصة للسيدات يهتم وشوها بالحاجات الفائية كالسيوم صحيح؟ طيب خلينا نقول يعني هي هشاشة العظام إحنا كنا في العظام دلوقتي والعظام السليمة والعظام اللي بتتكون اللي بتكون الجهاز العظمي بشكل عن طريق شكلها المختلف أو توزيعاتها أو تسمعنا نقول حاجة بس في الشاشة العظام أنا بأسمع اكسبريشن أو مصطلح شاشة العظام ولين العظام طيب خلينا نقول نفرق ما بينهم شاشة العظام معنى زلك الكسافة بتاعة العظل ما بدش زي الأول أصبحت هشة ده شاشة العظام كسافة العظل أصبحت هشة طيب ده ده ليه أسباب متعددة على رأسها أسباب هرمونية تمام وبيحدث هذا الموضوع في السيدات أكتر من الرجال هو في السن الكبير أكبر من السن الصغير طيب إحنا عندنا فيه نوعين من الخلايا ربنا سبحانه وتعالى جعلهم موجودين جرى العظم بشكل طبيعي خلايا بناءة وخلايا هدمة تمام اللي هي الأستريوكلاست والأستريوكلاست تمام الأستريوكلاست دي بتقوم على بناء العظام والأستريوكلاست بتقوم على تخليص العظام من الخلايا العظام سواء في حالة كسرة أو في حالة تجدل الخلايا تمام كويس فدي الخلايا الأساسية الموجودة في العظام هنيجي بقى لهشاشة الأعظام هشاشة الأعظام يقل تناول الكالسيوم بيتم يعني إفراز الإسروجن بمعدلات أقل خاصة بالنسبة للسيدات في السن الأعلى وده بيساعد على جعل الأعظام هشة ودي لها أدوية متعددة وطرق مختلفة للتعامل معها بس إحنا بننصح في السن اللي هو سن العشرينيات والتلاتينات الاهتمام بشكل كبير جدا وخاصة للسيدات بتناول أغذية التي تحتوي على الكالسيوم طبعا ليش أقول فيه سؤال هنا أتبدل للزهن يعني مع ذلك أن هل أنا أي سيدة توصل للسن الـ 45 سنة على طول تأخذ حاجة فيها كالسا لا لا مش بضرور ولا مش بضرور بيبقى فيه عامل وغصة طبعا بالإضافة هي بتبقى السيدة حاسة بنفسها عن طريق الأداء اليومي بتاعها لو حاسة أن تبقى فيه إجهاد من طبعا ده بقى له علاقة طبعا أن معظمهم بشتكوا من ألم عظم كمان أبزر من نقول الحركة هو الموضوع فيه individual variations شوية أو اختلافات فردية تمام بشكل كبير يعني لو السيدة بتتحس أنها طبعا هي مرت بأكثر من تجربة حامل ورضاعة فبتتحس أن أداءها بتدأ يقل بتدأ حركتها تقل تدأ يبقى عندها ألام بشكل مستمر طلوع السلم من زون السلم بقى فيه صحوب ما بقى زي الأولى لاتجاه للطبيب طبعا في المقام الأول عشان نقيس كسافة العظم ونبتلين نتعامل مع جهز اسمه الدكسا من الجهزة الشهيرة جدا في قياس كسافة العظم وبعدها بنتلين نتحرك في اتجاهنا احنا هناخد دواء أو نهتم من ناحية الغزائية ده بالنسبة له هشاشة العظم اللين العظم بقى اللين العظم اللين العظم هو بالنسبة لي الأقل من سن السنتين أو بالنسبة لي الأطفال ده مش محبب يعني لي مش محبب نعمل ده فورمتي أو شكل العظم بيبقى شكلها مش الشكل الطبيعي ده نتيجة أن الطفل محتاج كالسيو ومحتاج بغاية من دي وده بتبتدي تظهر مع انتهاء السنة الأولى وبداية السنة التانية بتبنى كمان في المش ده بالنسبة للأطفال بتبنى معهم كويس جدا ما بيتأخر شوية في موضوع المش واحد المؤشرات الأخرى أنه بيبتدي حتى السنان وبتبقى في البداية يعني ما بتنموش بالشكل الطبيعي في موعدها فده بتبقى مؤشر أن احنا فعلا محتاجين كالسيو طب هنيجي للبالغين بالنسبة للموضوع اليونت العظام اليونت العظام للبالغين لا تمثل مشكلة لأنها مع الرياضيين ومع العب الرياضية فيها محتاجة اليونة زي الجنباز أو الأكرباط أو خلافهم بتلاقي عندهم ميزة أن هم بيبتدوا يحركوا المفاصل بتاعتهم بشكل في حرية حركة شوية ده يراجع أن الكولوجين نسبته تعلي وبالتالي بيبقى عنده اليونة يعني احنا مثلا ممكن أن احنا بأقصى حاجة بأن نرجع الأصابع اللي بتلاقي اللي عنده اليونة يستطيع أن هو يرجع أصابعه يخليها في ظهر كاف يعني فدي مش حالة معرضية ولا يتمثل مشكلة ولا يتمثل مشكلة ولكنها بتبقى نادرة الحلوس حتى مع بعض الأشخاص والنتيجة الكولوجين بيبقى نسبته علي مش فيها أي مشاكل الفقرة الثالثة احنا بنزلين بحاجة جديدة تعالج ألام العظام وانحنا بيتكلم عن ألام العظام محتاجين أن نعرف السادة المشاهدين ما هي ألام العظام وأسبابها طيب احنا اتكلمنا من شوية عن العظام وتركبها والعظام يعني هي ليها دور حماية ودور آخر وإنتاج القرات الدم عن طريق نخاء العظام الموجود فيها وليها دور كبير جدا في الاستناد الجسم وحرطه طيب العظام بترتبط بالعضلات عن طريق الأربطة يعني العظام بترتبط بالعضلات عن طريق أربطة عن طريق الأوطار الأوطار وأشهر الوطر هو وطر أكيلس أو وطر أخيلس اللي هو موجود في القدم يعني تمام فالأوطار عضلة مسكر في العضم عن طريق الوطر تمام كويس العظام نفسها مرتبطة بالأربطة العظام مرتبطة بالأربطة تمام وهناك ما يسمى بالمفاصل تمام بزبط ويؤدي في الآخر لمواضيع الخشونة ونخش بقى في المشاكل في عندنا العمود الفقري في الغضاريف موجودة ما بين كل فقرة والأخرى أي سلايدنج فيها أو أي انحراف فيها خروجها للداخل أو للخارج أو من الجانب وضغطاها على الأعصاب قد يؤدي للألام طيب طيب يبقى احنا كده فسرنا أزبط قد تكون هناك مشاكل فيه الأربطة قد تكون هناك مشاكل فيه الأوطار قد يكون فيه مشاكل ألام عظمية نتيجة الإجهاد المستمر والحركة العنيفة وبالتالي يحدث فيه ألم قد يكون نتيجة التقدم في السن فيحدث الألم نتيجة الموضوع الشاشطة عصامة احنا اتكلمنا فيه أو حدوث بعض الألم المتزمية القوية جدا تمام بالإضافة أن احنا عندنا آلام العظام اللي بتنتج عن طريق ترومة أو الخبطات أو الكدمات تمام أو لو حصل قطع في الأوطار رابطة ما بين العضلات والعظام أو في الأربطة النفسية تمام فإحنا دلوقتي أصاد مجموعة من الآلام قد تنشأ لأسباب مختلفة كده يمكن علاجها عن طريق العلاج الطبيعي في بعض الأحيان عن طريق الكريمات والمراهم الموضوعية اللي بتحتوي على مواد مسكنة ومضادة الالتهاب في نفس الوقت تمام ويفضل البداية بالمواد الطبيعية المصادر الطبيعية ثم اللجوء إلى الكريمات والمراهم اللي بتحتوي على مواد كمية تمام المواد الطبيعية تحتوي على زيوت وزيوت دي بيهدور كبير جدا في تخفيف الإحساس بالألم سواء بالنسبة للعضلات أو العظام تمام تمام طب هنا دكتور برضو بتبادر للزهن تعرف علاقة عايزين نعرف علاقة الألام العظام بالسن حنا عملي نقولنا كل شوية السيدات فوق الـ 45 فوق عايزين نعمل conclusion طب حلينا نقول أن الموضوع فرغ لي شوية يعني السن قد يكون الإنسان سنه كبير ولكن محافظ على وزنه محافظ على أداءه العضلي ما بيبزلش مجهود كبير وبالتالي الألام بتبقى أقل ما يكون ولكن إذا كان الإنسان كبير في السن القتلة العضلية كبيرة والدهون كثيرة وخرجنا مرحلة الأوفرويت أو عالي الوزن لمرحلة الأوبزتي أو مرحلة السمنة فده طبعا بيبقى ضغطة على الجهاز العضمي وبالتالي يبتدي حس بألام الشيطة جدا دي أحد الأسباب الأسباب الأخرى العمل العضلي القوم يعني الناس اللي بيشغالة بتشيل مراد تقيلة في الوزن بتتحرك بتمشي مسافات طويلة بتطلع سلالم بمعدلات عالية طبيعة شغلها زي اللي بيشتغلوا بالشغل اليدوي بالحرف اليدوية لأ بتلاقي العرضة الإصابة بألام العظم أكتر بكتير جدا من الأشخاص اللي ما بتشتغلش بالمهن دي وعلى النقيد الناس اللي ما بتحركش حركة طبيعية اللي هي موجودة في المكاتب موجودة أمام أجهزة الكمبيوتر طول اليوم موجودة وراء عجلة القيادة في السيارة طول اليوم عندهم مشكلة مشكلة كبيرة لأنه هو في التوقيت ده بتبقى الحركة أقل من المطلوب يعني عنده مشكلة في العضلات اللي بتحمل أزها بالزرحة يعني تلاقي كله بيوصل لبعض كله مصاحب لبعض وخير الأمور الوسط حتى كمان في كل شيء طبعا حاجة يا دكتور هاني عايز تضيف حاجة قبل من الفقرة وراني بخصوص العظام هو بس اللي أقدر أقوله أن بداية الحفاظ على العظام من بداية اهتمامنا بالجنين والحمل تمام وانتهى الأهمية ثم ننتقل لمرحلة الأكل المتوازن ثم ننتقل لمرحلة مراجعة الأطباء عند التقدم في السن لقياس كسافة العظام عشان نمشي ونعيش بشكل سليم وصحة ونرجع نشتكوبات اللبن بالليل أول ما نعمل أكيد والصبح أكيد دكتور هاني أنا أعيز أشكرك على المقدمة الهاية لفموضوع العظام لأن احنا دلوقتي أصرنا المشكلة وعايزين نشوف علاجها عن طريق حاجة موضعية وحاجة طبيعية وحاجة بشكل مختلف إن شاء الله خليني بنابع عنكم أشكر دكتور هاني فرج المسشاري الطيب لقصد البرنامج دكتور هاني أشكرك لعب خلصة الفقرة التانية إحنا أصدنا المشكلة وعايزين نعرف حلها لشان كده خلونا نشوف الحل في الفقرة التالتة بعد الفاصل فاصل ونواصل بتعاني من الألام المفاصل بتعاني من خشنة الرجبة عندك مشاكل في العظم بيكساج جل أول منتج متخصص لجميع ألام العظام والعضلات والعمود الفقري النهارية وأيضا الليلية بيكساج جل مش جل واحد لا ده اتنين واحد نهاري باللون الزرع علشان لو بتعاني من الألام وواجع وانت رايح شغلك الصبح أو مش عارفة تعملي شغل البيت والتاني لي أحمر ده عشان تعرف تنم بشكل طبيعي وبهدو بيكساج جل حصل على تصريح وزارة الصحة بيكساج جل النهاردة مستحضر مكاول من أعشاب طبيعية مستحضر في صورة جديدة صورة البامب مستحضر بنتخدمه صباحا بنتخدمه مسائل نصيحة مني بيكساج جل هو راقم واحد في كل الألام المتسمية بيكساج جل والأول مرة جل مزود ببامب علشان تتحكل في الجرعة المطلوبة بمنتهى الدقة بيكساج جل متوفر بعبوتين كل عبوة متين جرام تكفي لمدة شهر كامل للحصول على بيكساج جل يرجى الاتصال على الأرقام التالية احصل على خصم 20%